السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتكلم عنه النهاردة يا جماعة مبدأ عمل السخيان الشمسي يعمل السخيان الشمسي من خلال ألواح خاصة بتجميع الطاقة الشمسية والتي تصنع خصيصا لذلك وتوضع على مساحة كافية من سطح المنزل ويتم استخدام هذه الطاقة لتسخين المياه فيه إذ يمكن لتسخين المياه بالطاقة الشمسية توفير 50% لـ 80% من احتاجات المنزل من المياه الساخنة وتبدأ عملية التسخينة عندما تضرب أشعة الشمس المجمع ليسخن الماء الموجود بداخله وتبدأ المدخة التورية التي يتم تنظيمها بوسطة لوح البي في بالالتفاف خلال نشاط اللوحة الكهروضوئية بمقدار الطاقة الشمسية الممتصة ثم تقوم مدخة الدفع دي سي بتحريك المياه من الخزان مرورا بالمجمع ثم العودة إلى الخزان مرة أخرى تتغير الشمس خلال اليوم لتغيير سرعة المدخة وفقا لذلك وفي نهاية اليوم تكون عملية مرور المياه من المجمع إلى الخزان وبالعكس كانت تقررت كثيرا بحيث تصبح كل كميات المياه في الخزان سخينة وقابل الاستخدام بشكل فوري أما في حال تنظيم المدخة الدورية عن طريق واحدة التحكم الإلكترونية عندما يقوم المستشعر الموجود عند مخرج جامع بطنشيط المدخة عندما تكون درجة حرارة الماء تتراوح بين 15 إلى 20 درجة في هرينهايت والتي تكون أكثر دفئة من المياه الموجودة في قاع الخزان وبالتالي تكون المدخة بتوزيع المياه على المجمع كما تستمر العملية عندما تكون درجة حرارة المياه في منفذ التجمية أعلى بمقدار 5 درجات في هرينهايت عن المياه الموجودة في قاع الخزان وإذا خفضت الحرارة بشكل أكبر فإن وحدة التحكم تغلق المدخة بشكل تلقائي النورة التانية أنظمة السخان الشمس النشطة تعد الأنظمة النشطة واحدة من أنظمة السخان الشمسي والتي يتم فيها استخدام مدخات ميكينيكية ووحدات تحكم لتنظيم تدفق المياه الحامل للحرارة من المجمع الشمسي إلى الخزان حيث تتحكم أجهزة التحكم هذه في فرق الحرارة بين الخزان والمجمع الشمسي ويتم تبديل المدخة عندما تبرد المياه في الخزان وتصل إلى درجة حرارة أقل من حرارة المجمع كما تعمل بعض المدخات اعتمادا على القهرباء بشكل مباشر بهذا ما يعمل بعضها الآخر على القهرباء التي تتولد من لحظة الطاقة الشمسية القهرودوئية وهناك بعض الأنظمة التي تعمل بالطاقة الشمسية حيث تتحرك السوائل فيها عندما تسقط أشعة الشمس عليها ليتم تخزين المياه في خزانات معزولة للحفاظ على حرارتها خلال فترات الليل وقد تستخدم الكهرباء أحيانا في الأيام الغائمة والتي تكون فيها أشعة الشمس محجوبة النقطة الثالثة والأخيرة الأنظمة السلبية للسخان الشمسي تعتمد الأنظمة السلبية على الجاذبية بدلا من استخدام الكهرباء والتي تكون أقصر كفاءة في المناطق ذات المنائق الحار بسبب غياب ظاهرة التجمد في الليل أو في فصل الشتاء حيث يعتمد النظام السلبي على التطفق الحراري فعندما يتطفق الماء البارد بفعل الجاذبية إلى المجمع الشمسي يمر هذا الماء خلال المجمع لترتفع حرارته من خلال ظاهرة الحمل الحراري ومن ثم يصل إلى خزان المياه وكده يا جماعة يكون الفيديو انتهى معنا النهاردة ياريت ما تنسوش تدعمونا بالاشتراك في القناة وتفاريز الجرس واللايقات ولو في التعليقات عشان نقدم كلهما هو جديد نشوفك في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته